كنت أريد أيضاً أن أجيب على سؤال آخر سأذكر السؤال ولكن قد أترك الإجابة للمرة القادمة والسؤال يقول السلام عليكم من فضلك هل يحق ها هو السؤال صاحب السؤال هل يحق لأمير ديزاد أن يستهزئ بالشيخ محمد فركوس العالم الجليل على الأقل يحترم مكانته وعلمه أخبره أن لحوم العلماء مسمومة والاحترام واجب عليهم طيب أنا هذا الأخر قدت عليه قلت له أنا لا أعرف إذا ماذا قال أمير ديزاد لكن دعنا نفترض رح نجيب بي دقيقتين أو ثلاثة دعنا نفترض أن ما قاله ما نقلت عنه أن نستهزئ بكما أسميته الشيخ الجليل فركوس كما أسمه السائل دعنا نفترض أن أمير ديزاد قال ذلك أو غير أمير ديزاد أي إن كان هل أن يستهزئ إنسان عادي أمير ديزاد ما قالك لا أنا إمام ولا هو مقاوم مقاوم لهذه العصابات ونقطة إلى السطر لكن هل من هو الأخطر هل أن يستهزئ إنسان بما تسميه أنت الشيخ الجليل فركوس من هو هذا أخطر أم أنه الشيخ الجليل فركوس كما أسميته أخطر عندما لا يقول هو كلمة الحق عندما يسكت هو على العصابات المجرمة عندما يسكت هو على هذه العصابة التي فتحت للقوى الاستعمارية لقتل المسلمين في مالي على سبيل المثال من هو الأخطر أن يستهزئ شخص بشخص آخر ولو كان عالما أم عندما يسكت هذا العالم الذي يحفظ القرآن ويحفظ الأحاديث وا 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 يسكت عن الظلم يسكت عن القهر يسكت عن اقتصاب يسكت هل سمعنا مثلا لفركوس قول على ما حدث لولي النقيش على سبيل المثال أو على اعتقال الأحرار على سبيل المثال أو على تفقير الشعب أو على نهب الشعب ياخي كان يقول بوتفليقة ولي أمر كان يقدس في بوتفليقة وكان مع العهدى الخامسة هل ما يقوله شخص عادي على شخص آخر مخلوق آخر يأكل طعام ويدخل إلى الحمام أخطر أن عما أم عندما يسكت هذا العالم كما يزعم أتباعه ويزعمه عن كل هذه المظالم عن كل هذا الإجرام عن كل هذا النهب عن كل هذا التفقير من هو الأخطر من هو اللي لازم تراجع نفسك وتقول أه صح لعالم هذا أنت أنا على سكت عن الحق قبل أخليلك نقول لك أنه في القصة قالوا فبيهما فابدأ كانوا طايمون متعبدين ناسكين وربما علماء قالوا فبيهما فابدأ رهوا العالم لما قالوا لحوم العلماء مسمومة ولحوم الشعوب وشنو حلال ولحوم الفقراء حلال ولحوم الشباب الضايع حلال ولحوم المعطلين والفقراء حلال ولحوم المستضعفين في الأرض حلال عندما يسكت هؤلاء اللي تسميهم علماء عالم هذا وعالم هذاك على كل هذا الظلم ولا نسمع لهم كلمة ولا شيء بينما يخرجوا يباركوا الانتخابات يباركوا الدستور دستور استعماري دستور إشرامي رفضه الشعب هذا بقى فيهم علم بقى الشعب يحترمهم راهوا لا تجوز إمامة الإمام ولو يكون أفضل إمام في الأرض قاني روح باشي صلي بالناس والناس له كارهون لا تجوز يعني إمام في مسجد في معنى الحديث وكما أثبت العلماء إذا كان هناك إمام في مسجد والناس محبوش يصلي به وفرض روحه للصلاة لا تجوز صلاته صلاته باطلة إذا كان إمام في مسجد لا تجوز ما بالك بتبول كوكاين ماذا قال فاركوس في تبول إنه يسميه ولي الأمر هذا ولي الإجرام هذا ولي نهب هذا ولي قيانة هذا ولي فساد هذا ولي تحشيش هذا ولي كوكاين ولي ولي أمر إخواني لا تفقدوش عقولكم راجعوا نفسكم لعلي كاش نهار تتكلم على هذه المداخلة وعلى هذا الدين السعودي اللي هو يرجع إلى المرجئة في الأصل ولكن جات المخابرات السعودية فزورت الدين وأصبح الناس يروا المعروف منكر والمنكر معروف الشر خير والخير شر الحق باطل والباطل حق لا تلاعبوا بعقول الناس ويلكم إنكم تضلون الناس وتكذبون على الله ومن أجرم ومن أفجر ومن أفسد ممن يكذب على الله وهو يعرف الحقيقة وهو يعرف ما يقول الله سبحانه وتعالى مرة أخرى لست بمفتي إنما هذا رأي من رأاه فليكن ومن رأى عكسه فليكن لكني بإذن الله لن أخفي رأي أو خوفا من أي إن كان